تلاتي مشاهدين نروح مع حضراتكم للموجز التساعة مع مينة تفضل يا مينة شكرا هادير التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصرا في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني أحمود عباس صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحاسيسة ومساعيها المشكورة في دعم القضية الفلسطينية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها من علاقة تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن التباحث بشأن أفاق العلاقة الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واكتماع وزراء المالية والبيئة الأفريقى المقرر انطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد أكثر من عشرين فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية في إطار تعديل المناقشات وخلق شركات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا وتحفيز العمل المناخي وحجد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الغربة بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي ومحاولة فرض سياساته وخياراته لعزل روسيا وإضرار العالم متعهدا بعودة اقتصاد بلاده ومستوى التضخم إلى طبيعته خلال عام جاء ذلك خلال كلمته أمام المتدى الاقتصادي الشرقي حيث أوضح بوتن أن كل صدرات الحبوب التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى أوروبا بدلا من الدول الفقيرة طلبت روسيا توضيحات من الوكالة الدولية للطاقة الدرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وأرجع وزير الخارجية الروسي ساري لفروف طلب بلاده إلى الحاجة للحصول على توضيحات إضافية مشيرا إلى أن التقرير يضم عددا من العلامات الاستفهام على حد تعبيره كان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قد اعتبر أن المنظمة أحجمت عن التهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية يجري الجيش الأمريكي اليوم اختبارا لإطلاق صاروخ باليستين عابر للقارات وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن قيادة القوات الجوية للعمليات العالمية ستجري هذا الإطلاق التجريبي للصاروخ منيتمان تري من محطة باندنبرغ للقوة الفضائية في وكلاية كاليفورنيا وأضاف البنتاجون أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا لهم من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة وهو يسبب التحقق من فعاليات واستعداد هذا النظام الصاروخي اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لستراس والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة حماية السلام في أيرلندا الشمالية وقال التراس إن لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا هذا واتفق الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة على تجديد التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين وأعرب عن استعدادهما لتعميق تلك العلاقات نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل